موضوعنا الطبي نوعا ما شائك بس هو منتشر كثيرا ويرتكب الكثيرون أيضا خطأ عند التحدث عن معاناة شخص ما من مشكلة صحية فيستخدمون عبارات مثل نوبة قلبية سكتة قلبية أو جلطة في غير محلها لأن الأغلبية بفكروا أنهم كلهم نفس الموضوع بالرغم من أن لكل من النوبة القلبية السكتة القلبية والجلطة سلب القلب يحصل كل منها لأسباب مختلفة ولكل منها أيضا عوارض مختلفة كما أنها تؤثر على الجسم بشكل مختلف طبعا يطلعنا للمزيد حول الموضوع ينضم إلينا في الستوديو دكتور محمود رمضان استشاري أمراض القلب دكتور محمود صباح الخير لكي نعرف للسادة المشاهدين طبعا عافان الله وكل من يسمعنا ويحضرنا من خطورة الجلطة الدماغية والقلبية أيضا إيش الفرق ما بين السكتة وأيضا النوبة والجلطة الدماغية وطبعا الناس بتستخدم الألفاظ دي مكان بعضها لكن هي طبعا ألفاظ محددة جدا ومخلاف بعضها تماما بس أنا عايز أقول أول حاجة أن في السواني اللي حضا كتكلمت فيها دي مات حوالي عشرين شخص بالسكتة القلبية يا ساتر يا عمي خليك فعل خير علينا وفي تمانين واحد جالهم جلطة قلبية إذن دي غير دي في معيار أنه كل دقيقة كل أربع ثواني في الولايات المتحدة كل تمانين ثانية بيموت شخص بالسكتة القلبية وفي العالم اضرب بقى في عشرين باخد بالك المهم السكتة القلبية معناها أن القلب زي ما نسكه كده ما يتحركش يقف تماما عن العمل ووه السبب؟ طبعا من أحد أسباب السكتة القلبية عن السكتة أنه يقف القلب يقف القلب تماما كويس يقف القلب طبعا بتبقى ده شيء مميد جدا في معظم الأحوال يعني الحقيقة أن الناس اللي بينجوا من السكتة القلبية ما بيعدوش مثلا 11% من الناس بيكون موت فوري بعيد الشرطة القلب بيتوقف في هذه الحالة يعني كأني مثلا كده ما يتحركش لكن الجلطة القلبية بقى هي ما اسمعش الجلطة البية اسمعها الجلطة الشريانية يعني ده مجسم بالشريان التاجي الحكاية كلها أن بيحصل أن الدم بيقف رفعها بس على الكاميرا خلص يعني من جهة هذه أن الدم بيقف في مثلا جزء من الشريان هنا بيبقى فيه إيه الجلطة بيتقلط الدم زي مثلا في المجسم بهذا الشكل زي ما احنا شايفين ده شريان مفتوح اللي فيه جلطة التجلط من الداخل أيها بالظلطة دي خلاص حصل جلطة بالفعل ومعادش فيه دم بيوصل تمام وهنا ده شريان دي فيه ضيق في الشريان هنا لكن الشريان المفتوح الأصلي بيبقى بهذا الشكل فلما بيقف الدم في جزء من عضلة القلب بيموت بيتوقف لكن القلب نفسه ممكن يكون بيتحرك لأن القلب متقسم 17 جزء يعني القلب يستمر في الخفقان بس هي المشكلة في انسداد بعد الشريان يسيب مشكلة بالظبط الدم ما بيوصلش للقلب كويس أوكي ففيه جزء منه ما بيتوقف عن عمل بيموت أوكي لو العيان ما تلحقش في ساعات قليلة ممكن القلب يتوقف عن العمل ويبقى سكتة قلبية أوهو طب السكتة القلبية عنده كم هي الفترة بين حدوث السكتة القلبية ونجاة المريض أو وفاة المريض عفواً طبعاً لو القلب يتوقف عن العمل لمدة مثلاً ثلاث دقايق كده احنا بنقول لأي شخص وبنعلم الناس إزاي يعملوا تدليك للشخص لسدره رح نوصل لها بس هي أوكي السكتة عنده بس ثلاث دقائق السكتة القلبية عنده دقائق فقط آه دقائق مفيش ممكن ثواني كمان لأ الجلطة ممكن العيان بيبقى صاحي حاسس بس بألم في سدره وهي يروح هو نفسه المستشفى أو أهله بيجيبوه على المستشفى وبيتم علاج يعني العيان اللي عنده جلطة في الشريان قلبي يتوقف عن العمل طب الجلطة الدماغية دكتور أيها هل لها بشكل أو بآخر علاقة بالقلب؟ هو طبعا في بعض الأمراض القلبية تؤدي إلى جلطة دماغية يعني مثلا الرجفة الأزينية يعني بيبقى الأزين الأيصر على سبيل المثال اللي هو هنا ده ما بيشتغلش على الكاميرا بس يا دكتور بالضبط يعني لو الأزين الأيصر هنا بيشتغلش زي مرض الرجفان الأزيني اللي هو طبعا بيبقى شائع جدا في الناس لأي حد فوق 80 سنة عشر في مئة منهم بيبقى عنده رجفان أزيني فالدامي بيتجلط هنا فالجلطة بتتحرك مع الشريان أو ورطة توصل للمخ ويحصل فعلا سكتة دماغية في هذه بس هي السكتة أو الجلطة كلها يعني عامة وبعدها ممكن تحدث في أي مكان هو طبعا اللي بيربط الاتنين ببعض مرض تصلب الشرعيين يعني سكتة القلبية أو الجلطة الشريانية في القلب أو الجلطة في المخ اللي بيجمعهم هو تصلب الشرعيين ومرض تصلب الشرعيين مرض عام يمسك الشريان من الراس يعني عدم إيصال أو توقف إيصال الأكسجين أو الدم المؤكسد إلى المخ بالزبط هو الذي يؤدي إلى الجلطة الدماغية الجلطة الدماغية بالزبط أو السكتة الدماغية بس العامل في الأساس هل هو جلطة قلبية ومن ثم مش شرط لا لا خالص لأنه شائعا الآن في الفترة الأخيرة نسمع نفقد مثلا غالي أو عزيز فجأة كذا من دون أي سابق انذار أصيبه بجلطة دماغية تعرض لسكتة قلبية وما إلى ذلك هل في مؤشرات قبل ما تحدث هذه الأمور في طبعا كيف يستشعر الواحد يعني أنه مقبل على جلطة أو يحرص على طبعا بالنسبة للجلطة القلبية وإذا أقول لحضرتك أن فيه في أمريكا كل سنة مليون شخص بيقيلهم جلطة في القلب مليون شخص كيف يحس قبلها يعني إيش المؤشرات؟ يعني أهم مؤشراتها يمكن أن تيجي من غير مؤشرات خالص من دون بالأسف بس العدد أليل من الناس أي واحدة ليس سكتة؟ ممكن يعني شخص بيبقى بريزنتيشن الأول بتاعه أنه هو عادي من أهم وأشراتها هو وجع ألم في الصدر ممكن حتى المريض ما يقولش إنه وجع يقول إنه ضغط ضغط في السدري مش عارف من إيه أو إيه سببه خصوصا إذا كان ضغط تنفس مثلا؟ ممكن ييجي عليها ضغط تنفس للأسف الناس اللي عندهم السكر ممكن ما يحسوش بالوجع خالص فيجي لهم عرق فقط يعرقوا تنفسهم ما يقدرش ياخدوا النفس لأن الناس اللي عندهم سكر أهم ما يحسوش بالوجع عرفون بس هذه أعراض إيش بالضبط؟ أهم عراض في النوبة القلبية أو يعني مقدماته هو ألم الصدر أوكي هذه النوبة القلبية طيب أعراض السكتة؟ وهذه السكتة القلبية طبعا هي بيبقى لها ريسك فاكتورز عامل خطورة يعني مثلا الشخص على سبيل المثال اللي هو جاله جلطة في القلب قبل كده أو احتشاء في جدار القلب قبل كده لبقى معرض أنه هو يجيله سكتة قلبية إذا ظهر عنده بعض العلامات زي رجفاني الأزيني على سبيل المثال البطاين مثلا رجفاني البطايني في الناس اللي عندهم شريان تاجي بيبقى معناه أنه هو بس هذه أعراض في الفحص يعني مش أعراض أنه ممكن أنا أقول لحضرتك طبعا اكتشف أن في ناس لحد 24 ساعة قبل الساكتة القلبية بيبقى فيهم بعض العلامات فالعلامات دي بنسموها اللي هي علامات التحذير الأولي اللي هي على سبيل المثال انخفاض الضغط أو ارتفاعه بطريقة جامدة يعني إذا الضغط مثلا نزل عن 90 على 60 على سبيل المثال بقى 80 على 50 ضغط منخفض بدون أي سبب وانخفاض في ضربات القلب بيأت أقال من 40 أو زادت عن 150 الحاجات دي مؤشرات إنه ممكن يحصل مشكلة أو ارتفاع ضغط الدم للأرقام كبيرة مثلا 180 على 110 برضو مثلا لو معدل الأكساجة بتاعت الدم يعني الأكسجين بلس أوكسيمترا هذا شيء سهل لو انخفض تحت مثلا 25% كل دي المؤشرات إن العين ممكن يجيله سكتة نعم طيب عفونا الله وإياكم طبعا هو الموضوع شوي شائع يعني حاولنا نبسط تقدر المستطاع أيه تمام شكرا جزيلا لدكتور محمود رمضان استشاري أمراض القرب على هذا الشهر شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا